صدق مجلس الشيوخ الأسترالي على تفاقيتين ثنائيتين لتجارة الحرة مع الهند وبريطانيا وتعتبر لتفاقيتان حسمتان بالنسبة لأستراليا لتحويل صادراتها من السوق الصيني إلى الهند بالإضافة لحاجة بريطانيا إلى إقامة علاقات تجارية ثنائية جديدة عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي يقر نهج الحكومة في التجارة بأن المرونة الاقتصادية لأستراليا تعتمد على علاقات تجارية عالمية مفتوحة إن السعي لمزيد من التجارة وليس أقل هو إحدى ركائز بناء المستقبل الاقتصادية الذي نريده في أستراليا بوظائف آمنة مرتفعة الأجر واقتصاد تنافسي دولي مفتوح مدعوم بطاقة نظيفة وسوف تساعد الاتفاقية التجارية مع الهند والمملكة المتحدة بلدنا على بلوغ كامل إمكاناتها الاقتصادية ومن لندن معنا ينضم إلينا الدكتور أحمد ياسين المحلل الاقتصادي يعني دكتور أحمد وبعد التحية كيف تقرأ تصديق مجلس الشيوخ الأسرالي على اتفاقياتين حاسمتين للتجارة الحرة مع الهند وبريطانيا وتحويل إذن الصادرات من السوق الصينية إلى الهند بالتأكيد مثل هذه التطورات تعكس أهمية كبيرة جدا خاصة بالنسبة لبريطانيا الخارجة من الاتحاد الأوروبي والتي إلى الآن لم تستفيد من هذا الخروج يعني هي ما زالت تنتظر أن تحصد نتائج خروجها من الاتحاد الأوروبي وكذلك أيضا تفعيل الاتفاقيات العديدة التي تتجاوز الستين اتفاقية للتجارة الحرة ومن بينها مع الهند وأستراليا لذلك تفعيل مثل هذه الاتفاقية بالتأكيد تمثل أهمية كبيرة جدا خاصة وأن الهند وأستراليا يعني اقتصادان متطوران الهند عاليا الاقتصاد الهندي يسجل نسبة نمو جيدة جدا وبالتأكيد من خلال هذه الاتفاقيات سيكون بمقدور بريطانيا التعويد عن خسارتها للسوق الأوروبية المشتركة في ضوء العراقيل الأوروبية التي ما زالت المفاوضين الأوروبية تضعها في طريق بريطانيا لاستمرية علاقاتها التجارية مع السوق الأوروبية المشتركة والمشاكل العالقة في مقدمتها اتفاقية بريتوكول شمال أرلندا لذلك مثل هذه الاتفاقية هي بالتأكيد في المسار الصحيح بالنسبة لكل من بريطانيا والهند وأستراليا أيضا نعم إذن كيف تقرأ التحرك الاقتصادي البريطاني بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في ظل التحديات التي تواجه المنطقة ودول الاتحاد الأوروبي بسبب الوقود وخلافه يعني واقعيا بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي في فترة زمنية حريجة جدا يعني بعد استكمال عملية الخروج وتوقيع اتفاقية لبريكزيت حوالي شهر أو شهرين واجهت بريطانيا وباقي الاقتصادات العالمية تدعيات انتشار فيروس كورونا وإجراءات الإغلاق التي كانت جدا صالمة وحدة في بريطانيا والتي انعكست في متعب اقتصادية كبيرة جدا وتدخل مباشر من قبل الحكومة البريطانية لمساعدة الموظفين والشركات لذلك لم تتمكن بريطانيا من تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة والاستفادة من خروجها من الاتحاد الأوروبي بعد انتشار فيروس كورونا والتغلب على التدعيات الاقتصادية واجهت بريطانيا كذلك كباقي الدول الأخرى تدعيات الأزمة الأوكرانية وإلى الآن هذه التدعيات مازالت قائمة ويعني تسقل كاهل الاقتصاد العالمي بمشاكل عديدة ترتبط بالأمن الغذائي وترتبط أيضا بارتفاع أسعار الطاقة وانعكاستها في ارتفاع مستوى التضخم يعني كل هذه المشاكل والقضايا أعاقت بريطانيا في قدرتها للاستفادة من خروجها من الاتحاد الأوروبي هناك فوائد كبيرة جدا مازالت تنتظر بريطانيا لتفعيلها والاستفادة من هذا الخروج لأن الاتحاد الأوروبي كتكتل الاقتصادي إذا صح التعبير هناك الكثير من العيوب والنواقص لمثل هذا التكتل بالتأكيد لا يمكن أن ينعكس إجابا على بريطانيا وخاصة باقي الدول الأخرى التي هي عضو في الاتحاد الأوروبي ولكنها خارج منطقة اليورو وهذا بالتأكيد ما نشهده حاليا من قبل الدول الأوروبية من خلال سنضيق الاقتراع التي كلها تأخذ الأوروبيين إلى واقع بعيد جدا عن الاتحاد الأوروبي واستراتيجيته كما شاهدنا في إيطاليا وسويد وحتى في فرنسا حزب الرئيس ماكرو خسر الأغلبية البرلمانية في الانتخابات الأخيرة إذن كيف تقرأ دكتور أحمد السيناريو القادم للدول الاتحاد الأوروبي اقتصاديا بعد خروج بريطانيا والتزامها بعقد العديد من الاتفاقيات السنائية مع الدول الأخرى تعويضا لأصحاب المصالح الاقتصادية البريطانيين وتعلم بالطبع بأن بريكزيت كانت النسبة متقاربة بين من وافق عليها ومن رفضها فإذن كيف تقرأ السيناريو القادم للدول الاتحاد الأوروبي يعني قبل الإجابة على هذه السؤال دعيني أوضح نقطة أساسية أنت ذكرتها في صيغة سؤالك بأن استفتاء 2016 استفتاء البريكزيت نعم كانت النتيجة متقاربة ولكن هنا يجب علينا أن نذكر بانتخابات عام 2019 الانتخابات التي فاز فيها بوري جونسون بأغلبية ساهقة في البرلمان البريطاني وتلك الانتخابات يعني كانت تسمى واقعيا بانتخابات لبريكزيت لأن بوري جونسون هو الذي قاد بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي وعندما يعني يحقق حزب المحافظين بقيادة بوري جونسون مثل هذه الأغلبية الكاسحة في البرلمان هذا يعني واقعيا بأن تلك الانتخابات كانت تعكس رغبة البريطانيين وكانت النتيجة كاسحة يعني حوالي 80 مقعدا في البرلمان البريطاني كأغلبية لحزب المحافظين بالنسبة حاليا للاقتصادات الأوروبية بالتأكيد تعكس مشهد سوداوي والمرحلة المقبلة سوف تزيد هذا المشهد سوداوية وخطورة لأن أوروبا واقعيا فقدت عامل الأمان والاستقرار في أحد أهم قطاعاتها وهو قطاع الطاقة يعني قطاع الطاقة يرتبط بشكل أساسي بسلع أساسية وهذا ما يفسر ارتفاع مستوى الضخم إلى هذه المستويات القياسية العالية وطالما أن الأعمال التخريبية التي وقعت في خطي نوردستريم واحد ونوردستريم اثنين لذلك أصبح من المستبعد حاليا العودة للاعتماد على الغاز الطبيعي الروسي الذي كان يأتي لأسواق الأوروبية آمنا ومستقرا وكذلك أيضا تكلفة رخيصة جدا حاليا القارة الأوروبية تدفع ما يزيد عن خمسة أضعاف ما كانت تدفعه للغاز الطبيعي الروسي بالإضافة إلى أن الغاز المسال الآتي من أمريكا وباقي الدول الأخرى هو غير مستقر وكذلك أيضا متغير في أسعاره ومتغير أيضا في وجهته نعم وضحت وضحت أسورة دكتور أحمد ياسين المحلل الاقتصادي كنت معنا من لندن شكرا جزيلا لك كل شكرا رفض اتحاد النقل الموحد الذي يمثل عمال السكك الحديدية والحافلات والنقل الجماعية وخطوط الطيران في الولايات المتحدة اتفاق المطالب المبدئية للعمال والذي توصط فيه البيت الأبيض وفقا لجمعية السكك الحديدية الأمريكية فإن الاقتصاد الأمريكي على وشك أن يخسر نحو ملياري دولار يوميا وذلك في حال أضرب عمال السكك الحديدية عن العمل في الوقت الذي بدأت فيه الأوضاع الاقتصادية المتدهورة تهدأ في الولايات المتحدة وتنفس الرئيس الأمريكي جو بايدن السعداء بعد انتخابات التجديد النصفي الأخيرة يأتي تهديد عمال السكك الحديدية بالإضراب في مختلف أنحاء البلاد ليعكر صفوة تلك الأجواء ويضع بايدن والديمقراطيين أمام مأزق جديد مسؤولون أمريكيون نقابيون أكدوا أن الولايات المتحدة تستعد لإضراب عمال السكك الحديدية الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على اقتصاد البلاد وذلك عقب تصويت واحدة من أكبر نقابات السكك الحديدية بالرفض على اتفاق المطالب المبدئية للعمال الذي توسط فيه البيت الأبيض اتحاد النقل الموحد الذي يمثل عمال السكك الحديدية والحافلات والنقل الجماعي وخطوط الطيران في الولايات المتحدة رفض الاتفاق المبدئي لمطالب العاملين بالسكك الحديدية وذلك لتفاقم أسباب الخلاف حول نظام الحضور والإجازات المرضية ويطالب العمال بالحصول على ضعف أجورهم وتطبيق سياسات حضور أكثر مرونة بجانب مزايا أخرى في اتفاق وصفه الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه فوز لعمال السكك الحديدية ووفقا لجمعية السكك الحديدية الأمريكية فإن الاقتصاد الأمريكي على وشك أن يخسر نحو ملياري دولار يوميا في حال أضرب عمال السكك الحديدية عن العمل وهو ما سيؤدي إلى إغلاق قطاعات كبيرة من خدمة القطارات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وبموجب قانون العمل بالسكك الحديدية لعام 1926 يتمتع الكونغرس بسلطة إجبار النقابات وشركات السكك الحديدية على التحكيم الملزم وهو ما يعني منع أو وقف أي إضرابات في السكك الحديدية قدمت الحكومة اليونانية إلى البرلمان مشروع موازنة لعام 2023 سيكون الأول بدون وصية للدائنين للبلاد منذ 12 عاما وكانت اليونان التي خرجت من خطط المساعدة المالية عام 2018 ما زالت تخضع لرقابة مشددة من دائنيها للتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذي كان يراقبان تنفيذ الإصلاحات المعودة وشؤون البلاد المالية بعيدا من وصية الجهات الدائنة قدمت الحكومة اليونانية إلى البرلمان مشروع موازنة تاريخيا لعام 2023 لأنه سيكون الأول بدون وصية للبلاد منذ 12 عاما اليونان التي خرجت من خطط المساعدة المالية في عام 2018 كانت لا تزال تخضع لرقابة مشددة من دائنيها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الذان كان يراقبان عن كثب تنفيذ الإصلاحات المعودة وشؤون البلاد المالية وزير المالية خريستوس تاكوراس وصف الموازنة بالتاريخية وأكد عودة البلاد إلى الوضع الأوروبي الطبيعي وعلى الرغم من هذا التفاؤل إلا أن مشروع الموازنة يواجه اضطرابات تهز الاقتصاد العالمي بسبب الأزمة الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة وزير المالية اليوناني أشار إلى أن البخاطر المتعلقة بتوقعات الاقتصاد الكلي على المستويين الوطني والعالمي للعام 2023 مرتفعة وترتبط بشكل أساسي بالتحديات الجيوسياسية مصلطاً الضوء على استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وشروط إمدادات الغاز في أوروبا بالإضافة إلى السياسة النقدية الأوروبية هذا ومن المفترض أن تصل نسبة النمو في اليونان إلى 1.8% من إجمالي الناتج المحلي العام المقبل في انخفاض مقارنة بالمسودة الأولية للموازنة التي تم نشرها مطلع أكتوبر وراهنت على معدل 2.1% نفى وزير النفط الكويتي بدر الملة وجود نقاشات تتعلق بنية تحالف أوبيك بلاس زيادة إنتاج النفط في اجتماعه القادم شدد وزير النفط الكويتي على حرص بلاده على المحافظة على استقرار التوازن في أسواق النفط وكانت السعودية والإمارات قد نفتا في وقت سابق ما جاء في تقرير لصحيفة وولستريت جورنال حول وجود نقاشات بشأن زيادة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا في اجتماع أوبيك بلاس القادم في الرابع من ديسمبر